لم تكتمل فرحة سكان تجزئة ونوقي بمدينة الجلفة بتهيئة الحي بعد أن توقفت الأشغال بهذه الطريق وهي مدخل الحي بسبب نزاع حول الأرض المتواجدة عليها الطريق سكان تجزئة ونوقي يطالبون أيضا من الجهات المعنية ببرجة مشاريع حيوية بهذا الحي وبالأخص مشروع ابتدائية لابناء حيهم الذين يتنقلون مسافات بعيدة للدراسة البني بارك متصل في بعض وبعض الله يدحيه له المرافق العمومية التي ضرورية للشعب لم يكن المدارس هنا مكتظة لا الحي لولا الحي الثاني مثل تحيا في المدارس 50% في الكلاسة والله أكثر ينتظر سكان حي تزئة ونوقي من الجهات المعنية بالتدخل من أجل تهيئة هذه الطريق الرئيسية وبرمجة مشاريع حيوية هنا بهذا الحي اشتركوا في القناة